شكل كده مش عارف أسلاكي يا توحة وتسلني ليه بس يا باشا؟ عشان انت عاملة زي المخدرات كل ما الواحد ياخد منه الجرعة يبت تراجعه صعب قوي إدمان آه لكن مش مدرة بالصحة مين قال؟ ده انت يا توحة مدرة بالصحة وتسبب الوفاة مش قوي كده ما تبلغش بقى يا باشا لو أكتر من كده وحاتي في درجة ان الرجل الكبير بتاع قصر المريطية طلبك تاني يا توحة لا! كله اللي الراجل ده أنا بقى مش ناسي اللي عملوا في جسمي معلاش ده مش بني آدم بس ده ما ينفعش نقوله لا أنا بقى صاحبة الشأن وبقوله لا بتهزروا لي يا بيت؟ لا ما أخذ يا باشا ده جسمي وأنا حرة فيه وبعدين اللي اتعمل فيه مش قلي وبرض اللي خدتين مش قلي طب أنا بقى صاحبة المصلحة وبقول لا وبعدين يعني يا باشا أنا ما بروحش لحد بيدي ما بجيش يعني يغلليك انت وبس وحيات أمك؟ يعني انت عايزة لباشا بجلالة قادر ويجي لغاية عندك؟ لا يجيلي ولا روح له يعني ايه؟ يعني مش رايح كبرت يا توحة وبقالك رأي وبتقولي يا روح ده وما روحش لده يا فوقي يا فوقي يا فوقي يا فوقي ما تنسيش نفسك أنا اللي عملتك يا توحة اتعاد لي بدل معدلك يا روح أمك كده؟ مش كنت دلوقتي إدمان؟ بقيت اتعاد لي يا روح أمك؟ تيك يا تبس ليه؟ اللهم أخذيك يا شتان أنا آسف يا توحة انت حبيبتي اللي وردتيني أعمل كده توحة إحنا موجودين في الدنيا دي عشان نسعد الناس بنقدم لهم خدمات زي أي حد زي أي حد بيقدم خدمات يا توحة ممم والنبي أبشر مش جابةك ورغر النظريات اللي بترصة علي frick ال aesthetandy أنا آسف يا أستاذيك هيت لي صميم تدخل على طول لا لي انا بتدخل في أي وقت دي صابة مطرح يلا اعملي له عصير فانه دلعاد يا أخويا بقت أستاذ وعندك مكتب الله يرحم يا بتاع الشمسية آآ يا أختي مع الشمسية دي يا أبو قديمه ومن فات قديمه تاه ولا يا برانسيسة؟ لما نفسك يا بو الكوامل ومبروك يا أخي على المكتب الله يبارك فيك خير عايز شقة تمليك يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي وجالك قلبك تقولي يا شقة تمليك دا على عشاتنا ارتحت أول بقولك يا أخويا أنا مش جايبني وراء غير النقق والنبر دا خمس كده وقول ما شاء الله بدل ما اخو ببعدي واطلع على مكتب واشوف سمسار تاني الله 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 ليه بس العلوان الغامق دي عالصوب؟ أنا عاوزة شقة خمس قوة في شارع جامعة الدول العربية يكون فيها حمامات يامة وبلكونات وتكون بتشوف الشمس وبحر وعاوزة كمان هي بيت يا توحة آآ عايزة ميمدخل بتها كله ورخامه ومريات شقه خمس قوة وفيها حمامات كتير هتعمليها مستاسدم بسح؟ ما تبض ولكلن بقى بدلا ما اروح هشوف حدي تاني لا لا ولا حادي لم آآ هاجيبلك شوية شوية جدا وانت اتنقل مش خد ده العربون يا صلاة النبي عليسته والسلام بقينا نعرف العربون دلوقتي كنا بنسمي زمان حسن ماشي يا بتاشتة اشتركوا في القناة حسن بيه؟ هو انت الزبون؟ اللي جابك انا بيته زبون ايه؟ قبلة توحى قبلة توحى قالتلي ان انا رايحة الزبون بس ما قالتليش ان انت هو جيت انا ازاي؟ عربية استنتني تحت البيت كده مرسيدس ركبتها وجيت عربية مرسيدس رمادي صح؟ اه هقولك يمكن قبلة توحى عملت كده علشان تصلح العلاقة اللويني وبينك تصلح تصلح ايه ما عفين انت يا الماما تحترب نفسك امدت ماشي يا توحى كبرت يا توحى علي وعمل نفسك مدامة ماشي حاضر وانت اللي بدأتي هلو اه ايو اه اكلم الباشرة سمحت اقول له راة حسام اه اهم عليك ازاي اهم عليك؟ عامل ايه؟ نتمنى ان نتصحق واسواق بلغك؟ والله يا باشرة ده شو تفاهم بسيط كده انا اياسف والله العظيم يا باشرة لا انا اياسف انا استاهل كل طول وما اقدرش هتكلم بس اقسم بالله ايه شوية كلاب انا غلطان انا بعملكم مع شوية كلاب اه الشي فنتوحة يا المامة ايه يا حسن بيه؟ فنتوحة يا الانطع نعم يا حسن بيه خير عامل غغة ليه؟ انا مش عارفة فيه ايه يا توحة يلا تعالي معايا الناس منتظرينك اجي معاك على فين؟ بعدتلك بدي من عندي تروح المشوار ده والناس مش هيفرق معاهم يعني اسمها ولا شكلها كل اللي هيفرق معاهم انها تستحمل فاهمني؟ يا توحة بلاش تخلينا اغضب لان انا لما باغضب باتغابة ولا انسيت سرور لا مانسيتش سرور قولي بقى ان انت هتعمل قضية تانية واسبك يجي فيها بقولك يا باشرة انا عوى وبتاعت شوارع واللا انت بتعمله ده بقى شغلاتي انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجة يلا تعالي معايا وصير الشر يا حسان بيه ما تحطش يا عادة في المنشار البيت مفتوح قدامك اختارلك اي بنت وأصر الشر انت مال اهلك انت طبني علي يا ربطيه اللي ايه ما عايش ولا كان يا حسان بيه بس يعني البنت قدامك اختار اللي انت عايزه ولو على بزوك انا وصلهاك لحد البيت اروح فين معاك يا عنايا انا لو طلعت من هنا هطلع عالنيابة وللمرة التانية ووريني بقى يا حسان بيه هتعمل ايه معاكم بقى نيابة حسان بيه ووريني هتعمل ايه غضانفة بس يا بيت حسان بيه برضو الباشا وليه امور بيه برضو احنا هننفذول وشوف انت عايز مين بتحدفون البعض يا ولادي الكلب اي حد هتحرج هتربه زي الكلب ديه فاهمين نفسكم برقات مين ولا ايه اولاد الكلب نفسوا شوية سنصير افعازكم برجلية نظف يا بيت نظف الارض كويس وانت يالا مالك بتترعش كده ليه ما تسترجل ولا عشرتك الحريم نسونتك ملاش انا امس ايدك وحساب بيه انا بخذ بيك ده بخذ المسر بلف يالا حاضح حاضح حساب بيه حاضح 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 وانت يا بيت روحي شوف ايه مسحوت هنضيفنا ده في الارض مش عايز مش عايز اشوف ولا نقصة يولا يالا يا ولادي الكلب لما الفلوش جاريت في ايديكم افتقاتوا نفسكم بلقادمين يا شوية سرصير واللي غيزني الكلبة دي اللي انا عملت منها بلقادم وهو من فاكرة تعض بتعض في اينا ماشي يا توح ماشي ده اتحات كبت كلها مستسويش تمر رصاصهم المثدس ده لكن وديني يا توح وديني ليا رجعك تلل خدمة البيوت لف حاضح يابت حاضح يابت حاضح يابت حاضح يابت حاضح يابت يلا يلا بسرعة نعفوه في الشقه وتثبته فوقه مش عايز حد يتحرك كأن مفيش حاجة حسن تسامعين؟ يا حسن بيه؟ ياخرص اللي قوله تتنفزه خلاص حنعمليه مع المجنون ده؟ ده لو رجعه ما لقناش ده ممكن، ده ممكن ده ممكن لكلنا حصل بالسوكة لأ زاك ياوي يعني هو لو رجعه لأ أنا هيجيب لنا شكورتها بالبندق؟ أنا كان مالي وملشور السودة دي أنت اللي خليت نامش وهرا توحة هيها توحة زنباية بس وحد فيدي كان يقدر يفتح بقه وكله بقوامر البيت والحل دلوقتي هنتصرفي زي أهرب أهرب أروح فين؟ أنا مش أهرب نهرب نروح على بلدنا هناك ولا الدبال لازر هيعرف يوصل لنا طب وكل اللي وصلت له ده أسيبه إزاي؟ اللي وصلت له ده ممكن يروح برصاصة ده بيقوله أنا راجع تانى وهيخلص علينا واحد واحد طب والبنات كله يخفى ونقفل البيت لما أخذ بقى كله واحد على كدف أبوه كله واحد يصرف نفسه طب أروح ألم حاجتي مفيش وقت الرابط ده ممكن يجي في أي لحظة يلا 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 يلا